بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسي نديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني ثانوي طبعا اليوم سنصل إلى نهاية الوحدة في الكفاية اللغوية في اقتبار بعدي والمادة العلمية طبعا شاركني بتقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة أستاذ يسرى الشهر نحن في الوحدة التدريبية الثالثة في الكفاية القرائية في القراءة السريعة اليوم هو ختام هذه الوحدة بإذن الله في الأهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة بمعنى أننا وصلنا إلى نهاية هذه الوحدة أن تكون قد أتقنت هذه الأهداف التدريبية أن تتصفح الكتب والمقالات والإنترنت بكفاءة عالية وكذلك أن تقرأ بسرعات مختلفة متأنية بطيئة سريعة فائقة السرعة وبحسب الهدف من القراءة ونوع المقرو أيضا أن تتخلص من المشكلات الستة التي تحد من سرعة القراءة وأيضا تستخدم استراتيجية القراءة الذكية يساوي التركيز زائد القفز بنجاح وأيضا كذلك تستخدم منظم القراءة للزيادة من سرعة القراءة وتقرأ بسرعات تفوق 350 كلمة في الدقيقة مع فهم تفصيلات الموضوع أيضا تستفيد من أعراف الكتاب لزيادة سرعتك القرائية وأخيرا تستخدم التعليقات والتلقيصات ورسوم التذكر لزيادة الفهم والاستيعاب هذه هي أهم أهداف الوحدة التدريبية وصلنا إلى اختبار بعدي اختبار بعدي حاول أن تحقق أكبر قدر ممكن من السرعة زائد الفهم سنقرأ النص وبإمكانك أن تقرأ مرة أكثر من مرة حتى تحقق السرعة هذا هو المطلوب تذكر أنك ستجيب عن مجموعة من أسئلة دون مراجعة النص مرة أخرى بمعنى أنك ستقرأ مرة واحدة ثم بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة بعد الإجابة على الأسئلة هنا يبين مدى قدرتك على هو اختبار يقيس مدى قدرتك على سرعة القراءة مع الفهم بمعنى أنك قد استفت من هذه الوحدة بإذن الله الحد الفاصل بين اقتصاد السوق وتدخل الدولة الحد الفاصل بين اقتصاد السوق وتدخل الدولة دكتور عبد العزيز إسماعيل داغستاني جريت الجزيرة الجمعة 17424 سنقرأ أو ستقرأ معي أو ستحذر أيضا كتابك وستقرأ أنت ثم على ذلك سنجيب مباشرة عن الأسئلة ثم سنعود إلى النص إن أردت أن نعود إليه حتى نقرأ ويمكني أن أقرأ أنا قراءة متأنية في بداية ثم سأقرأ قراءة قراءة سريعة حتى تتمرن على تلك القراءة والهدف هنا في التعليم لكن أنت أريد منك أن تقرأ قراءة سريعة ثم ستجيب مباشرة عن تلك الأسئلة حتى تميز هل أنت وصلت إلى المستوى المطلوب للقراءة السريعة مع الفهم أم لم تصل إليه عندما وضع آدم سميث كتابه الشهير ثروة الأمم الذي أرسى به قواعد الفكر الرأسمالي لم يهمل مسألة تدخل الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي وعلى الرغم من أن آدم سميث قد حصر المهمة الرئيسة للدولة في الدفاع والأمن والخدمات العامة إلا أنه لم يغفل دورها التنظيمي والرقابي لفعالية الاقتصاد وجاءت أفكار آدم سميث متفقة مع المنطق وطبيعة الحياة البشرية وهو ما شوهته نظرية الاشتراكية فسقطت تجربتها لأنها لم تكن تحمل مقومات البقاء والاستمرار بالرغم من سطوة الحزب الشيوعي في الدولة الاشتراكية وإصراره على فرضها بالقوة إن أهم ركائز الفكر الرأسمالي التي أسهمت في انتصاره وسيادته هي احترامه لدور الفرد في المجتمع وحريته في العمل والإنتاج والملكية ولعل هذه الركائز هي التي تسود بالضرورة في أي مجتمع تبنى أفكاره على العقل والمنطق السليم فالفرد هو النواة الأولى للمجتمع وإذا صلح هذا الفرد صلح المجتمع كله ولن يصلح الفرد في مجتمع لا يحميه ولا يحترم حقوقه وهذا ما عبر عنه آدم سميث بمفهوم اليد الخفية التي رأى أنها تقود المجتمع إلى الصلاح بدءا بصلاح الفرد أولا ومن هذا المفهوم بدأ آدم سميث في صياغة اللبنة الأولى لنظرية اقتصاد السوق وآلية العرض والطلب في إيجاد التوازن في السوق دون تدخل الدولة التي يجب أن تسعى إلى توفير المناخ الآمنين استقرار السوق وهذا هو سر نجاح الفكر الرأسمالي لأنه يتعامل بموضوعية مع أبجديات الفكر والواقع ولا يصطدم مع الأيدولوجيات السائدة حيث ينظر إليها كمرتكز استقرار في المقام الأول وهذا ما غفلت عنه النظرية الاشتراكية فسقطت وكان سقوطها درسا قاسيا لدول تبددت ثرواتها وشعوب تبخرت أحلامها بشعارات واهية فضعف الطالب والمطلوب وارتكاز النظام الاقتصادي العالمي الجديد على مبدأ اقتصاد السوق وسعي دول العالم لتحرير اقتصاداتها هو تأكيد على استحقاقات منظمة التجارة العالمية التي تستطلع كل الدول إلى الانضمام إليها وهي التي لا تعد كونها إطارا قانونيا لنظام تجارة عالمي متعدد الأطراف يحدث إلى خلق منافسة مفتوحة وعادلة وغير مشوهة وهذا هو في الواقع مربط الفرس في الحد الفاصلي بين تحقيق اقتصاد السوق وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وهذا هو أيضا ما رمى إليه آدم سميث في عرضه للنظرية الاقتصادية وهذا الحد الفاصل هو الذي يمكن أن يطلق عينان المبادرات الفردية التي هي عصب الاقتصاد أو أن يخنقها ويئدها عند ولادتها ذلك لأن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يعني التدخل في آلية السوق وهذا التدخل ينعكس سلبا بالضرورة على آداء الاقتصاد وهذا الآداء هو ما تنبهت إليه السيدة مارغريت تاتشيرز رئيسة الوزراء البريطانية السابقة في مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي عندما بدأت بفكرة التخصيص لتقود بمبادرتها التصحيحية العملية دول العالم إلى التخلص من الأنشطة التجارية التي تمتلكها أو تديرها الدولة لصالح القطاع الخاص وهي مبادرة عملية ترتكز إلى مفاهيم علمية تتفق مع الرؤية التي طرحها آدم سميث في كتابه ثروة الأمم والتخصيص مفهومه المؤسسي هو تمكين القطاع الخاص من امتلاك الأنشطة التجارية التي تقوم بها الدولة وإدارتها وتشغيلها وهو بالضرورة إلزام للدولة بالتركيز على مهامها الرئيسة في الدفاع والأم والخدمات العامة وفي هذا التوزيع يتحقق للاقتصاد ترشيد وحسن استغلال موارده المتاحة وإذا ما تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي فإنها بالضرورة تخلق مناخا معارضا لقيام منافسة مفتوحة وعادلة وغير مشوهة وهي أهم أهداف منظمة التجارة العالمية والسبب في ذلك هو أن هيكل التكاليف في المشروعات التجارية التي تديرها الدولة يختلف كليا عن تلك التي يديرها القطاع الخاص التميل الكفة لصالح القطاع الخاص وهنا يكون التعارض في المنافسة صريحا وتصبح غير مكتملة فيختل توازن السوق وتضيع ألية العرض والطلب ويدفع الاقتصاد الثمن في النهاية ذلك هو الحد الفاصل الذي يجب أن تتنبه له أي دولة تبحث عن موقع متقدم بين عالم تجاوز كلمات العاطفة وتمسك بلغة الأرقام وهي لغة لا تعرف التجمل أو المواربة والعاقل من التعظى بغيره ذلك الجزيرة الجمعة 17424 المفترض الآن أنك وضعت مؤقتا وحسبت فيه زمن القراءة طبعا أنا لم أقرأ قراءة سريعة ولم أقرأ قراءة بطيئة تستلزم البطء الشديد وإنما قراءة تعليمية المفترض أن تسرع وأن تحسب أيضا الزمن هنا السرعة القرائية عدد كلمات النص تقريبا 560 ما الزمن المستغرق؟ بإمكانك أن تضع أنت المؤقت وأن تكتب الزمن المستغرق في القراءة ما هو الزمن الذي استغرقته في قراءتك؟ أنا سأضع زمنا 4 دقائق تقريبا 4 دقائق النسبة لي وأنت ستضع الزمن صحيح يحسب فيه الزمن الذي وصلت فيه في القراءة بعد ذلك كيف تحسب السرعة القرائية؟ السرعة القرائية هنا يساوي 560 ومقصود به كلمات النص تقسيم الزمن الذي هو 4 دقائق إذن 560 تقسيم 4 هنا يساوي 140 كلمة في الدقيقة هذه هي السرعة القرائية 140 كلمة في الدقيقة ما مدى رضاك عن تحسن سرعتك القرائية؟ ما مدى رضاك عن تحسن سرعة القرائية؟ تقول مثلا جيدة إن كنت أبطأ من ذلك أو كنت أسرع ثم أصبحت أبطأ وهنا أيضا ستذكر ذلك ما مدى رضاك عن تحسن سرعتك القرائية؟ ما مدى رضاك أن تحسن هذه السرعة القرائية؟ وقلنا لو لاحظنا في أهداف الوحدة التدريبية أن تصل إلى 250 كلمة في الدقيقة وهنا 140 كلمة في الدقيقة يمكنك أيضا أن تحسن هذه القدرة بالتدرب على سرعة القراءة وأن تستكتب أيضا هل سرعة القرائية مدى رضاك جيدة أم ليست بجيدة أو راضي عنها أم غير راضي؟ هنا في الفهم وهذا هو الهدف أيضا من السرعة القرائية أن تقرأ بسرعة ثم ستجيب مباشرة بدون أن تعود إلى النص الموضوع الذي يتحدث عنه النص هو اقتصاد السوق أو نظرية آدم سميث الاقتصادية أو تدخل الدولة في السوق هذا الموضوع الذي يتحدث عنه النص بمكان أن تجيب مباشرة كذلك هنا حصر آدم سميث المهمة الرئيسية للدولة فيه في ماذا؟ جميل هنا الموضوع الذي يتحدث عنه النص هو اقتصاد السوق ونظرية آدم سميث الاقتصادية أو تدخل الدولة في السوق هو يتحدث عن ماذا؟ اقتصاد السوق أم نظرية آدم سميث الاقتصادية أم تدخل الدولة في السوق أجب ولك الإجابة هنا اثنان حصر آدم سميث المهمة الرئيسة للدولة فيه في الدفاعي أنا سأكمل ذلك ستركت طبعا أولى لك حتى تجيب والأمن في الدفاعي والأمن في الدفاعي والأمن والخدمات العامة وهدون الرقابية التنظيمية ثالثا يرى الكاتب أن النظام الاشتراكي أفضل من النظام الرأسمالي نعم أم لا من خلال أيضا القراءة السريعة مع فهم النص أحسنتم هنا لا طيب يقود النظام على مبدأ يقوم النظام على مبدأ احترام الفردي وحريته في العمل والملكية الرأسمالي أم الاشتراكي أحسنتم هنا الرأسمالي هنا الرأسمالي خامسا تمكين القطاع الخاص من امتلاك الأنشطة التجارية لتقوم بها الدولة وإدارتها وتشغيلها يسمى ماذا يسمى أحسنتم هنا يسمى الخصخصة يسمى الخصخصة سادسا يؤيد الكاتب تدخل الدولة في اقتصاد السوق ويدعو إليه نعم أم لا أحسنتم لا سابعا كتاب ثروة الأمم هو من تأليف مارغرات تاتشر قل لآدم سميث هو من تأليف أحسنتم آدم سميث ثامنا إذا تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي فإنها تخلق مناخا طبعا هنا مناسبا أو معارضا للقيام منافسة مفتوحة وعادلة من خلال النص تخلق مناخا معارضا لقيام منافسة مفتوحة وعادلة ممتاز تسعة هنا عالم منتجاوز كلمات العاطفة وتمسك بلغة الأرقام عبارة استخدمها الكاتب في حالة التأييد أو المعارضة يقول الكاتب عالم من تجاوز كلمات العاطفة وتمسك بلغة الأقرام عبارة استخدمها للكاتب في حالة التأييد أم المعارضة جميل أحسنتم هنا في حالة المعارضة أيضاً والعاقل من التعظى بغيره عبارة أيضاً استخدمها الكاتب للتحذير من تدخل الدولة في السوق أو تدخل العاطفة في الاقتصاد ما الصحيح؟ ممتاز هو من تدخل العاطفة في الاقتصاد والعاقل من التعظى بغيره عبارة استخدمها الكاتب للتحذير من تدخل العاطفة في الاقتصاد ممتاز هنا أرسم شجرة ذاكرة تلخص عليها أهم أفكار الموضوع أهم أفكار ضع شجرة ذاكرة ولخص أهم أفكار الموضوع التي وردت طبعاً بإمكانك أن تكتب فقط الأفكار الرئيسة وإمكانك أن تضيف أيضاً أفكار الثانوية إن أردت شجرة ذاكرة مثلاً سنذكر شجرة وهنا مثلاً اقتصاد السوق آدم سميث اقتصاد السوق آدم سميث هذا الموضوع وللموضوع مثلاً رئيس الدفاع والأمن وأيضاً من الموضوعات التي تحدث عنها النظام الرأسمالي وكذلك النظام الاشتراكي وأيضاً تحدث عن تدخل الدولة وتدخل العاطفة وقارن بينهما تدخل الدولة وتدخل العاطفة إذن هذا هو أهم الأفكار التي لخص الموضوع في اقتصاد السوق والدفاع والأمن ونظام الرأسمالي والاشتراكي وكذلك تدخل الدولة وتدخل العاطفة ممتاز جميل هنا في التعليق على الفهم عدد الأسئلة التي أجبت عنها إجابة صحيحة طبعا أنا كتبت ثمانية وأنت أذكر العدد الذي أجبت عنه أنت إجابة صحيحة من خلال قراءتك ثم أجب إجابتك كذلك مدى رضاك عن تحسن سرعة الفهم أنا كتبت جيدة وأنت ما مدى رضاك عن تحسن سرعة الفهم هل ترى أنها جيدة أم غير ذلك هنا ما الذي تريده حتى تستطيع تطوير القراءة أو سرعة القراءة مع فهمك وهذا هو الهدف جميل هنا تقويم الآداء في الوحدة التدريبية في ختام هذه الوحدة هنا تقويم الآداء في تقويم الآداء أخي الطالب أختي الطالبة انتهيت الآن من دراستي الوحدة وقمت بآداء عدد من النشاطات والاختبارات قوم ذاتك في الجدول التالي وهذا مهم جدا لتقويم الذات في موضوعات الوحدة قراءة التمشيط وقراءة التصفح وقراءة النصوص الوظيفية والقراءة على الإنترنت والقراءة الذكية ومنظم القراءة هذه هي موضوعات الوحدة هل أتقنتها بمستوى عالي أم أنك أتقنتها بمستوى متوسط وأنت هذا التقييم أو تقويم لذاتك وأتقنت قليلا أو لم أتقن أو لم أتقن وأنت ستضع ذلك وستقوم في موضوعات هذه الوحدة وستضع ذلك هذا التقويم بعد ذلك خطة المقترحة خطة المقترحة لضمان استمرارية الإتقان ما الذي ستفعله مستقبلا حتى تضمن استمرارية هذا الإتقان وحتى تطور من قدراتك جميل وصلنا إلى المادة التعليمية المادة التعليمية المقصودة عبارة عن ملخصة ما دار في هذه الوحدة احجب الإجابة ثم اقرأ احجب الإجابة ثم اقرأ طبعا نلاحظ المادة التعليمية هناك إجابات على طرف المادة وموضوعها في طرف الجدول هنا تضع تحجب الإجابة ثم تقرأ حتى تبين مدى الفهم تسرع القراءة السريعة هنا السرعة القرائية مطلبون أساس في البداية ثم بعد ذلك هنا وسيل الوحيدة تمكن dementia متابعة سليل المعلومات الجارية في إنما هي سرعة وهنا القراءة مكتوب هنا في المادة وكذلك القراءة التي نريدها أن تتصف بصفتين أساسيتين هما السرعة والفهم أيضا هنا تقول أن أنت تعلم أن الفهم درجات وأعماق متفاوثة هناك الفهم الحرفي والفهم التفسيري والفهم الإبداعي الناقد والفهم الإبداعي الناقد أيضا من الواضح أن القراءة لتحصيل المعنى الحرفي ستكون أسرع من القراءة الوصول إلى الفهم التفسيري وهذه أسرع من القراءة الوصول للفهم وهنا أيضا أن تحجب عن ذلك ثم ستجيب مثلا الفهم الإبداعي وكذلك هنا درجة عمق الفهم وأهمية المادة التي تقرأها بالنسبة لك وحجم المعلومات وحجم المعلومات أيضا صعوبة المادة المقروعة والزمن المتاح للقراءة وكل هذا يدخل في سرعة القراءة مع فهمها أيضا هنا بناء على ذلك تستطيع أن تقرر طبعا قبل ذلك درجة عمق الفهم أهمية المادة وحجم المعلومات وصعوبة المادة والزمن المتاح استراتيجيتك السرعة القرائية والسرعة المناسبة تختار بين قراءة متأنية فاحصة أو قراءة بطيئة أو قراءة سريعة أو قراءة فائقة السرعة بإمكانك أن تتقرأها بتمع كما تريد ومن غير المناسبة أن تستخدم سرعة فائقة في القراءة في المكان الذي يتطلب قراءة متأنية ولا أن تنسير بسرعة بطيئة في المكان الذي يتطلب قراءة سريعة وهناك عدد من حالات القرائية تطلب سرعة فائقة في القراءة منها قراءة تمشيطية وأيضا القراءة الانتقائية طبعا هنا في القراءة تمشيطية البحث عن معلومة محددة وصغيرة واثنان القراءة الانتقائية ثم بعد ذلك ستكمل هذه القراءة وحتى تصل مثلا أن قم بقراءة قراءة متأنية هذا المواد المنتقات في القراءة الانتقائية نقوم بعملين التصفح السريع لانتقاء مادة مناسبة وقراءة المادة المنتقات قراءة متأنية قراءة متأنية وانت ستحجب هذه الكلمة ثم ستجيب عنها بعد ذلك قراءة التصفح والاطلاع فإذا قمت بهذه العملية فإنك تكون قد قمت بقراءة المادة قراءة تصفح واستطلاع أيضا قراءة النصوص الوظيفية قراءة النصوص الوظيفية وهنا يجيب النص عن خمسة أسئلة من وماذا ومتى وإين ولماذا وأيضا قراءة على شبكة الإنترنت ويستطلب أيضا القراءة على الإنترنت معرفة بكيف تتعامل مع جهاز الحاسب وكيف تعمل الإنترنت ومعرفة طريقة البحث وأيضا هنا عدنا أنه خمس حالات تحتاج للقراءة السريعة وفي قراءة التمشيطية والانتقاية والتصفح والقراءة للأعمال الإدارية وقراءة على شبكة المعلومات الإنترنت كذلك هنا في هذه الحالات جميعا نحتاج إلى استراتيجية القراءة السريعة وأيضا اخترنا منها طريقتين لأتي استراتيجية قراءة ذكية تعتمد هذه استراتيجية على اقتناص جوهر المعنى والقفز عن التفاصيل وهناك معينات تساعد القارئ على اقتناص جوهر المعنى منها الجمع المفتاحية وطريقة التنظيم وعراف النص والعناصر الفنية وكذلك يمكن القارئ أن يقفز عن وهذه المعلومات كذلك اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة قصور الفهم من مثل تأجير التفكير وتسييم ملاحظات إلى آخره فالقراءة الذكية هي قراءة تبحث عن جوهر المعنى وتقفز عن الحشو والتفاصيل وتتخذ إجراءات تصحيحية لمعالجة قصور الفهم بعد ذلك استراتيجية منظم القراءة وهو منظم في أي شيء يساعدك على تستبع ما تقرأ ثم بعد ذلك يقول حركات مختلفة لمنظم القراءة تتبع كل سطر وتتبع الجزء الأوسط أو تتبع سطرا وقفز عن سطر يمكنك إذن أن تضاعف من سرعة القراءة باستخدام منظم القراءة وأيضا هنا إذا شعرت بأن سرعة القراءة تتحسن وهنا إحدى مشكلات الست القراءة كلمة كريمة نقص التركيز والصوت الداخلي ونقص مفردات وبط الانتقال والتراجع والارتداد هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين